بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم طلاب أهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من محاضرات الفصل الأول وصلنا إياكم إلى الجسيمات المركزية بالمحاضرة السابقة شرحت الخيوط الدقيقة والنبيبات الدقيقة وقالنا الخيوط الدقيقة عبارة عن تراكيب رقيقة ومستقيمة اللي حضرت لأول مرة في الخلايا العضلية تتكون من خيوط الأكتين وخيوط المايوسين الأكتين يتألف من بروتين الأكتين والمايوسين تتألف من بروتين المايوسين وكل الخيوط يعني هي بصورة عامة الخيوط الدقيقة مسؤولة عن قدرة الخلايا على التقلص والانبساط قلنا أنه صالفنا على النبيبات الدقيقة قلنا تراكيب أمبوبية أكبر من الخيوط الدقيقة تراكيب أمبوبية أكبر من الخيوط الدقيقة طبعا تتعلف من بروتينية عتيوبيولين موجودة في سايتوب لازم جميع الخلايا الحيوانية وبعض اللحياء الواطئة مثل الطحالب والفطريات حسب ما اتفقنا عليها تنجز العديد من الوظائف اللي هي أول وظيفة بس السبلة أحاول على الإنفيرتر لأن ما شاء الله كهرباء مالتنا عالمية أول وظيفة اللي هي ترعب دور مهم في حركة كروموسومات اثنان قسام الخلية تعد مهمة بالنسبة للهيكل الخلوي أو للخلية تنظم انتقال المواد داخل الخلية شوف مو مسؤولة عن انتقال مواد داخل خلية لا تنظم انتقال المواد داخل الخلية ويقول تدخل في تشكيل شنوى الجسيمات المركزية وتدخل في تشكيل الأهداف وتركيب الأهداف والأصوات اليوم ناخد الجسيمات المركزية شوف يقول الجسيمات المركزية يحتوي الجسيم المركزي على زوج من المريكزات شوف هالكلمة يقول يحتوي الجسيم المركزي على شنوى على زوج من المريكزات يحتوي على زوج من المرايكزات يعني بي شنوى مرايكزات يعني اثنين هسا راح اوضح لك يا بالتفصيل وكل مرايكز عبارة عن استوانة مكونة من تسع مجاميع وكل مجموعة تحتوي ثلاث نبيبات دقيقة هسا راح تقول لستاذ انا لهاي النقطة مجاة يفهم انا هاي النقطة مجاة يفهمها هي وياها هاي شلون راح تفهمني اياها يا استاذ تعال راح افهمك اياها بصورة كلش بسيطة اول شي يقول شنوى الجسيم المركزي احنا شنو محاضرتنا شاسمه الجسيم المركزي شاسمه الجسيم المركزي بالك وياي نكتب العنوان الجسيمات المركزية او اكتبه الجسيم المركزي بالك وياي اسمه شنوى الجسيم المركزي الجسيم المركزي شباب هو何 قال قال يتعلُف من مرايقزان يتعلِف شنو من مرايقزان يعني تخيلوا ياي انا شنو عندي قال لك ياي عندي مراكز مع الشرطة هذا المركز الأول زيان وهذا المركز الثاني أكو عدي مراكز مع الشرطة ثنيا مركز أول و مركز شنوه ثاني مركز أول و مركز ثاني مركز أول ومركز ثاني هذا يكتب منه تبع علي اكوان عندي قلم بس ما اعرف وين راح ايه هذي لازم نختار اللون بالابيض بالك وين عندي هذا مراكز اوكي وهذا المراكز الثاني انتبع عليه مراكز بي وبيه مراكز ثاني هذا مراكز وعندي شنوى المراكز الثاني انتبع عليه المراكز الثاني تمام فهنا راحش اقول على مركز هي مركز شرطة هذه رقم 1 وهذا مركز شرطة ياراق 2 وهذا قال يتيعلم على سبيل degradation یہ سادة كم مركز معراكز متفقن عليها كل مركز مع الشرطة كل مركز مع شرطة ب Stefano regency وكل مجموعة تتألف من ثلاث أفراد شرطة فهو يتألف من مرايكزات وكل مرايكز بتسع مجامية كل مجموعة بها ثلاثة يعني شون بابا هسا واحد ثنيا ثلاثة هذا شخص وهذا الشخص الثاني وهذا الشخص الثالث هسا هاش يقول عليها مجموعة شنوها مجموعة بابا بس كل مجموعة بها ثلاثة حلو يعني الجسيم المركز يتألف من مرايكزات وكل مرايكز يتألف من تسعة هسا ها مجموعة لازم تسعة مثلهم يقول تسع مجامية ثلاثية النبيبات الدقيقة بابا واحد اثنين ثلاثة هاي كم مجموعة واحد واحد اثنين ثلاثة هاي كم مجموعة اثنين واحد اثنين ثلاثة يا مجموعة ثلاثة واحد اثنين ثلاثة يا مجموعة اربعة واحد اثنين ثلاثة يا مجموعة خمسة واحد اثنين ثلاثة يا مجموعة ستة باوع سبعة ثمانية وهاي اخر شي جئت تسعة شوف شوف هاي ثمانية تسعة فالشي يقول يقول يتعلف من مراكزان وكل مرايكز يتألف مين من تسع مجاميع ثلاثية النبيبات الدقيقة حس انا هاي اذا اريد امسحها ما احتاجها هاي خلنا امسحها هذا زيان هذا ارد امسحها هذا شون ينمسح اوكي حسنا بنمسح هذا عجيب عطاق بقه زيان راح شا سوي لهذا انتبع عليه راح استنسخه هذا راح اسوي لاستنسخ لانه يتألف مين من كم مرايكز مرايكزان يتألف من مرايكزان هذا المرايكز وهذا المرايكز الثاني يتألف من مرايكزان وكل مرايكز يتألف مين من تسع مجاميع ثلاثية النبيبات الدقيقة باع باع شوف يتألف من كم مرايكز واحد اثنيا بس كل مرايكز يشبيه تسع مجاميع ثلاثية النبيبات الدقيقة هذا منه الجسيم المركزي فانتبع عليه تعالوا ياه هنا يقول من سولف هنا على الجسيم المركزي لابد أن تعرف أقول لل riot الجسيم المركزي تألف من 9 مجامع ثلاثية النبيبات الدقيقة يقول الجسيم المركزي الجسيم المركزي تبع عليه الجسيم المركزي يقول عبارة عن مرايكزين عبارة عن مريكزين عبارة عن مريكزين وكل مريكز وكل مريكز يتألف من يتألف من تسع تسع مجامع ثلاثية النبيبات الدقيقة نكتبها بالعربي أحسن من تسع مجامع ثلاثية النبيبات الدقيقة بالك وياي بس خلي بالك وياي على كيفك وحدة وحدة شباب هنا أنا هو إذا قال يتألف من تسع مجامع ثلاثية النبيبات الدقيقة يعني هنا أنا هو مين ينشأ الجسيم المركزي تعال خل نرجع شوية اللي ورا إذا جبت لك سؤال سؤال هنا سجلين منك ما منشأ الجسيم المركزي إنتا رح تجاوبني؟ إذا قلت أستاذ من النبيبات الدقيقة النبيبات الدقيقة تعال شنو تركيبها الكيميائي وبروتين شنوه؟ التيوبيولين صح لو لا مأخذناه بالمحاضرة السابقة وما سأقول الجسيم المركزي يتألف كيميائيا من بروتين تيوبيولين تقدر تقول لي لو ما تقدر إستاذ أقدر ليش؟ لأنه ينشأ من النبيبات الدقيقة قالوا يعيب بع بعشوف فرره ما التركيب الكيميائي للجسيم المركزي إذا قلت إستاذ بروتين تيوبيولين وبروتين شنوه؟ تيوبيولين زين ليش تركيبه بروتين تيوبيولين لأنه ينشئ أمين من النبيبات الدقيقة لأنه ينشئ أمين من النبيبات الدقيقة فهذا الجسيم المركزي عبارة عن مرايكزين يتألف المرايكزين وكل مرايكز يتألف من تسع مجاميع ثلاثية النبيبات الدقيقة إذا أجبت لك سؤال مالتفياك هذا يسموه احسب عدد النبيبات الدقيقة في الجسيم المركزي يقول لك احسب عدد النبيبات الدقيقة في الجسيم المركزي تقدر تحسبها؟ هو كم مرايكز؟ أثنين كل مرايكز المرايكز الواحد المرايكز الواحد ايش بيه؟ بيه تسع مجامع صح لو لا كل مجموعة كم نبيب بيها ثلاثة تسعة في ثلاثة احنا ثلاثة عربية لانجليزية تسعة في ثلاثة سبعة وعشرين هذا من هو المريكز الواحد اني كم مريكز عدي عدي مريكزين في ثنيين راح يشغل يطلع لك اربعة وخمسين فهنا راح يطلع لك اربعة وخمسين نبيب دقيق هذا هيكي يعني انه بس خلينا احتبره نقول سواء ليجيش يعني خوفي يجيبو لكم لها بالمدرسة بس هو اذا تسأل يجيك بالوزارة لا ما يجي بس ممكن يجيبوه بالمدرسة تمام فانتبع عليه هنا نرجع حسا عليمن على الصبورة مالتنا يقول الجسيم المركزي يحتوي الجسيم المركزي على زوج من المريكزات عادة وكل مريكز عبارة عن استوانة مكونة مئن من تسع مجاميع وكل مجموعة تحتوي عليمن على ثلاثة نبيبات دقيقة وتتضاعف المريكزات شوكت عند انقسام الخلي زي احنا موضوع عدي هذا شوف هاي النقطة هاي النقطة هاي النقطة احنا نسولفها شوكت من راح نوصل للطور البيني بالانقسامات اخر موضوع بالفصل اللي هو الانقسام الخلوي يقول تتضاعف المريكزات عند انقسام الخلوي زي هنا حتى هاي ويبتعد الجسيمان المركزية الى القطبين المتقابلين ويرتبطان معا بخيوط المغزل هاي العبارة كلها راح ناقضها بمن بالانقسامات زي فهنا نقول متى تتضاعف الجسيمات المركزية عند انقسام الخلية راح يتقابلن يعني يبتعدن نحو القطبين شنو يبتعد نحو القطبين استاذ مفتهم تعال نرجع للصبورة مالتنا باو انا مو عندي هاي خلية ركزوا مو عندي انا هاي خلية تمام انا عندي هذا الجسيم مركزي تمام وهذا الجسيم المركزي الثاني راح شي يصير بهذه الجسيمات المركزية هذا راح يروح بهذا القطب هذا القطب الجنوب وهذا القطب الشمالي عند انقسام الخلياء راح يرحن نحو القطبين تمام راح يروح وين نحو القطبين وتتكون ببيناتهم خيوط المغزل تتكون ببيناتهم شنوى خيوط المغزل هذا الموضوع بالانقسامات راح ناخده يعني حتى هو نسوله بعد بالتفصيل وراح تعرفها صار واضح نرجع الصبور انتبع عليه اقول جسيمات المركزية تبع عليه خلينا نحفظها يقول يحتوي الجسيم المركزي على زوج من المرايكزات عادة يحتوي الجسيم المركزي على ثلاث مرايكزات صح له غلط لا استهدت غلط لعد كم مرايكز عدي يحتوي الجسيم المركزي على زوج من المرايكزات عادة يحتوي على زوج من المرايكزات عادة يحتوي على زوج من المرايكزات عادة حلو وكل مريكز عبارة عن أسطوانة مكونة 100 من 9 مجاميع وكل مجموعة تتألف 100 تحتوى على 3 نبيبات دقيقة وكل مجموعة تحتوى على 3 نبيبات دقيقة وكل مجموعة تحتوى على 3 نبيبات دقيقة تعالوا نعيد هذه النقطة هذه كلها ترى نقطة وحدة فيقول يحتوي الجسيم المركز على زوج من المريكزات وكل مريكز عبارة عن أسطوانة أسا كلمة أسطوانة لشيلها شيلها وكل مريكز يتألف من 9 مجاميع ثلاثية النبيبات الدقيقة وهو عبارة عن زوج من المريكزات وكل مريكز يتألف 100 من 9 مجاميع ثلاثية النبيبات الدقيقة يقول وتتضاعف الجسيمات المركزية شوكت عند انقسام الخلية وتتضاعف شوكت راح تضاعف يعني راح تستنسخ عند انقسام الخلية ويبتعد الجسيمات المركزيان إلى القطبين المتقابلين للخلية وارتبطان معا بالخيوط المغزلية شوف يقول بالرغم من عدم موجود الجسيمات المركزية في الخلايا النباتية يعني ستحرك في الخلايا الحيوانية وان موجودة بس بالخلايا الحيوانية تبع عليه وان موجودة بالخلايا الحيوانية يقول بالرغم من عدم موجود الجسيمات المركزية في الخلايا النباتية إلا أنه يوجد مركز لتخليق أو تكوين النبيبات الدقيقة كما توجد خيوط دقيقة يعني هنا شنو المقصود يقول لك هنا شباب بابا يقول لك يا باب إحنا مو آني عندي الجسيم المركزي هو مسؤول عن حمالية يعني أنه راح يضاعف أثناء قسام الخلية زين فهو إذا ما ضاعف وسحب يعني خلي نقول الكروموسومات نحو القطبين الخلية النباتية يعني ما بها الجسيم مركزي فاشتور راح تضاعف يقول لست لأنه يكون نبيبات دقيقة إحنا مو أخذنا تعال أرجعك شوي تعال للنبيبات الدقيقة مو قلنا وتلعب النبيبات الدقيقة دورا حيويا في حركة الكروموسومات أثناء قسام الخلية زين الساد ذا بالخلية النباتية ماكو جسيم مركزي لأن النبيبات الدقيقة راح يشكل جسيم مركزه هو راح يضاعف إذا بالنباتية ماكو جسيم مركزي شتور راح أحركها لازم شي يكون عندي عند النبيبات الدقيقة فلازم شكوا مراكز التخليق النبيبات الدقيقة مو شرط يكون عندي جسيم مركزي لأن اللي يلعب دور هو النبيبات الدقيقة صار واضح زين تعالوا خلينا شوف شنو الأسئلة اللي ما أخذينها على هذا هو الجسيم المركزي شوفوا هذا الجسيم المركزي باوه يتألف من مين هسأت إذا أجي كبر لك إياها شوف يتألف من مين راح تقول لي باوه كم مجموعة هذه مجموعة رقم 1 بيها 1 2 3 مجموعة رقم 2 1 2 3 مجموعة 4 مجموعة 5 6 7 8 زين وهي التسعة هذا هي تزايد بالرسم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 مو زايد بالرسم هان غلطان بالحساب فكل واحد يتألف من مين من تسعة ما جامع من مين باوه على الياه شوف هذا الشكل مالته هذا الشكل فهو شنوه عبارة عن نبيب دقيق فيتألف مين من كم مستوانة من مستوانتين يتألف يعني زوج من المرايكزات هذا مرايكز وهذا مرايكز الثاني هذا الجسيم المركزي وكل مرايكز يتألف مين من تسع مجامع ثلاثية النبيبات الدقيقة صار واضح؟ الأسئلة الوزارية طبعا هذا الرسم للاطلاع يعني لا للحفظ الأسئلة الوزارية والأسئلة الفكرية عن الجسيم المركز يقول عرف الجسيم المركزي تعريف وزاري جاي بالسبعة واثمانية ومكرر 2014 يقول هو عبارة عن وهو من العضيات الحية ويحتوي على زوج حتى هذه العبارة يعني تقدر ما تقولها عبارة من العضيات الحية يحتوي على زوج مرايكزات عادة وكل منهما عبارة عن أسطوانة يعني المرايكزات مؤلفة من تسع مجامع ثلاثية نبيبات يوجد الجسيم المركزي عند انقسام هذه الخلية ويبتعدوا الجسيم المركزيين إلى القطبئين المتقابلين للخلية ويرتبطون يرتبطان مع ان هذا الجسيم الفوق وتجوه يرتبطان مع ان بمها بالخيوط المغزر تمام؟ يعني بالرغم من عدم وجود الجسيمات المركزية ما في مرافز تخيير الجسيم المركزي دور هام في عملية انقسام الخلية هذا بأسئلة الفصل تعال نجل ناقش عنوياك إذا هو إلى دور هام في عملية انقسام الخلية ليه شنو السبب مالته انتهسب رأيك شنو راح تقل السبب راح تقل است inappropriه أنه ينشأ من النبيبات الدقيقة ينشأ مين من النبيبات الدقيقة النبيبات الدقيقة شنو تلعب دورا هاما في حركة الكروموس ومالته اثنان قسام خلية تقل لي أنا جسيم المركز يتألف من النبيبات الدقيقة التي تعود المل لنبيبات الدقيقة تلعب دوراً حيوياً في حركة كروموسومات اثناء انقسام الخلية خلاص وكثر شيء يجي التعريف نجي الجسيم الحركي هذا أحلمها في الموضوع الجسيم الحركي يقول هو يشابه المراكزات في تركيبه يشابه شنوى المراكزات برأيك من قال يشابه المراكزات احنا استخدنا المراكزات يعني يشبه من هو الجسيم المركزي يعني كم استوانة به يعني كم مراكز به ستقول ساد يتألف من مراكزين هذا كلام صح له غلط لا غلط يتألف مئن من مراكز واحد فهو يشابه المراكزات سواء يشبه المراكزة اول او الثاني يعني معناته هو عبارة عن استوانة وحدة بتسع مجامع ثلاثية النبيبات الدقيقة يعني بكم نبيب دقيق سبعة وعشرين ستقول لا ساد يشبه الجسيم المركزي يقول وهو يشابه الجسيم المركزي في تركيبه ليش قال وهو يشابه المراكزات في تركيبه يعني يشبه مراكز واحد يقول وهو اسعفك من هذا تعال لنتاقش بدنا حسنا عندي قبل شوية رسمت شنوى الجسيم المركزي هذا الجسيم المركزي يتألف مئن من استوانتين كل استوانة شبيه تسع مجامع ثلاثية النبيبات الدقيقة واحد اثنين ثلاثة صح لو لا واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة هاي اربعة صاردي واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة المهر فهي صار عدة تسع مجامع ثلاثية النبيبات الدقيقة اذا اجي اسوي له الجسيم المركزي تلقاه هذا شكله اوكي متفقين علي فهذا الجسيم المركزي يتعلق في مين من مريكز رقب واحد مريكز رقب اثنين الجسيم الحركي قال لا استاذ انا مهج هذا كلام مالتك كلام مالتك انا اتكون من مريكز واحد اصلا وهذا المريكز اشويه بتسع مجامع 1 2 3 واحد ويتكمل فالجسيم المركز يشبه مريكز واحد ما يشبه هنثنين يعني اتعلم في مين من المريكزين احنا المريكز الواحد بكم مجموعة بتسع مجامع صح لو لا كل مجموعة في ثلاثة اش SUSPی couch 27 هذا المريكز الواحد فالجسيم الحركي أو الجسيم القاعدي يتألف من كم نبيب دقيق من 27 هذا للتوضيح إذا الجسيم تبع عليه إذا الجسيم الحركي يشعب المراكزات في تركيبه يعني من يتألف من النبيبات الدقيقة يعني إذا جبت لك سؤال ما التركيب الكيميائي المل للجسيم الحركي ستجاوبني بروتين من هو مايوسين لا أستاذ التوبيولين نفس التعليم مع الجسيم المركزي ليش علل الجسيم الحركي يتألف من بروتين توبيولين يتقل الأستاذ إنه ينشأ مين لأنه ينشأ مين من النبيبات الدقيقة لأنه قال بظيفة النبيبات الدقيقة وتدخل في تركيب الهداب والأصوات صح له لا فأي نبيب دقيقة أنا عندي حائط أنا عندي حائط الحائط ما بنمنية من طابوك كل طابوكة هي تركيبها الكيميائي اللون الوردي كل طابوكة تركيبها الكيميائي اللي هي تركيبها لون وردي صار واضح؟ فهو الحائط ينشأ من الطابوكات وطابوكات تركيبها كيميائي لون وردي فارضا فهنا الجسيم الحركي هو ينشأ من النبيبات الدقيقة اللي تركيبها الكيميائي بروتين فأكيد هذا التركيب الكيميائي سيصبح لجسيم الحركي والجسيم المركزي شباب أكو فد لحظة فد قضية أنا عندي مثلا هاي خلية هاي خلية هاي خلية شبيهة بيها صوت باع لك واش بيها بيها صوت هذا الصوت هنا موجود عدة شنوة الجسيم هذا شنوة الجسيم الحركي أو الجسيم القائدي هنا راح أسميه الجسيم القائدي بابا هذا شنوة الجسيم القائدي راح أقول لك آبا ليش اسمت جسيم القائدي ليش سميت الجسيم القائدي يتقل لي استاذ لأنه يقع عند قاعدة كل هدب أو صوت زين بابا بس اتبه لي هو ليش سميت قاعدي لأنه موجود بقاعدة كل هدب أو صوت زين استاذ هذا أقدر أسميه حركي يعني هنا أنا شوف أغير لك اللون هنا أقدر أسميه حركي أقدر أسميه حركي يعني الجسيم الحركي يتقل لي إيه استاذ ليش لأنه مسؤول بابا لأنه مسؤول عن شنوة عن حركة الأهداب والأصوات فعل يطلق للجسيم الحركي شوف مرة راح يقل لك يقل لك هو جسيم حركي راح أسميه جسيم قاعدي يتقل لستاذ لأنه يقع عنده قاعدة كل هدب أو صوت هو يقول لك هو الجسيم يطلق على الجسيم هنا أنا خلق أكتب لك يقول يطلق على الجسيم الحركي بالجسيم القاعدي ليش شا تجاوبني تقول لستاذ لأنه يقع عند قاعدة شنوة كل هدب أو صوت فتقول لستاذ لأنه يقع وين عند قاعدة كل هدب أو صوت زين استاذ هو 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 حركي ليش سميته قاعدي لأنه موجود بالقاعدة زين استاذ إذا هو يقول يطلق هسا بالعكس على الجسيم القاعدي بالجسيم الحركي تقول لستاذ لأنه مسؤول لأنه يعني يقول لك ليش سميته حركي تقول لي لأنه مسؤول عن حركة الأهداب والأصوات صار واضح بالك وياي زين شباب راح أرشيلك سؤال حتى أوضح لك إياه أنا عندي برامس يوم أو خلي نقول أي هاي راح أرسم لك يوغالينة شوف شوف هاي شنوه يوغالينة تمام تعرفون أنتو اليوغالينة شبيه بيها صوت بيها شنوه صوت هذا شنوه صوت اليوغالينة خلية حقيقية بس أحادية يعني سموها وحيدة الخلية بيها خلي نقول هاي بيها ميتو كوندوري على افتراض لأن الميتو كوندوري اتفقنا أنه موجودة في سايتوب لازم جميعا نخلعي هذا جسيم قاعدي هذا شنوه جسيم قاعدي اللي هو نفسه شسمي جسيم حركي راح أسيلك سؤال هاي أختصر لك به إذا جبت لك سؤال حدد المسؤول عن بالك أول شي راح شي يقول لك حركة العضيات أو خلي نقول حركة الميتو كوندوري داخل الخلية اثنين حركة اليوغلينة هو يقول لك لديك لديك يوغلينة هذا هيش بس أفهمك بس أفهمك حتى تعرف شباب هذا ما داخل بالوزارة بس لازم تفهم يعني مو بس تحفظ لازم شنو وتفهم يقول لك لديك يوغلينة حدد المسؤول عن حركة اليوغلينة داخل حركة الميتو كوندوري أو شي يريد أنه بحركة اليوغلينة أنه بيقول لك حركة الصوت ثلاثة حركة الصوت هل ستلاثة حركات أدي هاي الحركة الثافة تعال أنا من اللي راح يحرك لي الميتو كوندوري أستاذ أنا بالمحاضرة السابقة من أخذنا هيكل خلية قلنا يابه ويستخدم خلا ذكرك الهيكل العظمي كوسائل حركة وانتقال هاي للإنسان بس بالهيكل الخلية قلنا ويستخدم كوسائل لحركة وانتقال العضيات داخل الخلية هذا منه هيكل الخلية الميتو كوندوري عضية داخل الخلية لو مو عضية عضية فهي مشمولة بهذا الكلام فهنانا الجواب ما لتك راح يكون يتقل للاستاذ المسؤول بالك وياي يتقل للاستاذ المسؤول عني عندي هنا هو من حركة الميتو كوندورية داخل الخلية شا يتقل للاستاذ هيكل الخلية ليش لان هيكل الخلية مسؤول عن حركة العضيات داخل الخلية زيان حركة اليوغالينة من نوع اكيد الصوت راح يتحرك حتى يحرك اليوغالينة فش يقول الاهداب او الاسوات خلي نقول احنا هنا عدنا شنو الاسوات اذا برامل تقدر تقول الاهداب زيان من وحرك لي الصوت اكيد استاذ من هو الجسيم الحركي او الجسيم القاعدي اللي قلنا مسؤول عن حركة الاهداب والاسوات فهنا تقول الجسيم الحركي او الجسيم القاعدي صار واضح شباب تعالوا نرجع للملزمة فيقول الجسيم الحركي هو يشابه المراكزات في تركيبه ويتمثل بتركيب شوف وهو يشابه المراكزات في تركيبه ويتمثل بتركيب يتخذ موقعا عند قاعدة الهدب او الصوت في الخلايا التي تحتوي اهدابا او اصواتا وللجسيم الحركي دورا مهم في حركة الهداب والاصوات ويطلق عليها ايضا بمن بالجسيم القاعدي ليش لانه يتخذ موقعا عند قاعدة الهدب او الصوت تعال هنا الاسلال الوزارية اللي جاي على الموضوع يقول عرفوا الجسيم الحركي او الجسيم القاعدي يقول وهو يشابه المراكزات في تركيبه ويتمثل بتركيب يتخذ موقعا عند قاعدة الهداب او الاصوات في الخلايا التي تحتوي اهدابا او اصواتا وللجسيم الحركي دورا مهم في حركة الهداب او الاصوات ويطلق عليها ايضا بالجسيم القاعدي ما موقع وظيفة الجسيم الحركي ما موقع الجسيم الحركي هذا الجسيم الحركي الموقع يتخذ موقعا عند قاعدة الهدب او الصوت الوظيفة دورا مهم في حركة الهداب والاصوات هنا عد مقارنة يقول قارن بين الجسيم الحركي والجسيم المركزي هنا الجسيم الحركي موجود في سايتوب لازم خلايا حيوانية يوجد عند قاعدة كله هدف أو صوت في الخلايا التي تحتوي أهدابا أو أصواتا يعني مو كل الحيوانية بس اللي تحتوي أهدابا أو أصوات يحتوي على زوج من المراكزات وتكمل هنا تركيب يشبه المراكزات له دور مهم في عملية انقسام الخلية الحيوانية وتكوين خيوط المغزر وله دور مهم في حركة الأهداب والأصوات أستاذ شنو شعلية بتكوين خيوط المغزر هذا من راح ناقضة بالانقسامات زي شوفوا سواء هذا بما المقارنة بس الليلة الفصل باعتبارك التلفصل كامل كملته وصلت للانقسامات حتى تقدر تجاوب هاي النقبة صار واضح يقول من المسؤول عن حركة الأهداب والأصوات أكيد هو الجسيم الحركي سال عادة يقول الجسيم القاعدي نفس الشيء ونفسه زياد املأ الفراغات التالية يقول فراغ تركيب يقع عند قاعدة الهدب أو الصوت في الخلايا التي تحتوي أهدابا أو صواتا اللي هو من هو أكيد الجسيم القاعدي زياد وصلنا وياكم المن إلى الفجوات وعندي آخر شيء المحتويات الغير حية ونكمل ما يخالف حتى المحاضرة حتى لو صروا شوي طويلة بس المهم نخلص هذا الموضوع حتى المحاضرة الجايش أخذ آخذ النواة انتبع عليه يقول الفجوات عبارة عن أكياس غشائية حلو يعني الفجوة عبارة عن أكياس غشائية انتظروني دقيقة خلي نشوف الفجوات على حقيقتها رجعت لكم طلاب غشائية الفجوة عبارة عن جيس غشائي فهنا ما عدنا هنا بهذا المجسم انه ادخل بتركيب الفجوة ونشوفه فان شاء الله انه بس احدث البرنامج او القفت شيء الى اضيفلكم فهنا شيء يقول الفجوات عبارة عن أكياس غشائية تعال فهنا ادي موضوعي اسمه شنوة الفجوات الفجوات نجي نكتبها عبارة عن شنوة عبارة عن أكياس شبيهة غشائية حلو عبارة عن شنوة أكياس غشائية تعال نرجع للمنزمة مالتنة يقول عبارة عن أكياس غشائية استاذ الفجوة عبارة عن أكياس غشائية الفجوات عبارة عن أكياس غشائية وتوجد ضمن سايتوبلازم الخلية احنا شفتناه وان موجودة بالسايتوبلازم يقول والفجوات في الطليعيات تكون متخصصة حلو يا ولد الانسان شنو عنده اللي خلصة من المواد الإبرازية الذائبة خلي نقول من اليورية راح الكلة لا احنا نحكي على فتشيز غشائي المثانة احنا عدنا شنوة مثانة هاي المثانة مالتي متخصصة لو ما متخصصة 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 المن لطرح الادرار اللي هو البول صح له لا فهنانة الطليعيات مثل الاميبة والبرامسيوم ما عدها مثانة لازم شعجها فجوة فيقول والفجوات في بعض الطليعيات تكون متخصصة فهي تتمثل بفجوات متخصصة والتي تعمل على تخليص الخلية من الماء الزائد عن الحاجة بابا انا اليوم الغرفة مالتي بالطابق الارضي بيتنا ناصي زيان محتاج مي اشرب اوكي محتاج شنوة مي اشرب هذا وين موجود المي بالغرفة في السايت او بلازم بعدين مطرة الدنيا غرقت الشوارع طب للمي واكيد المي راح يطب مو بس مي المطر المجاري طقت مال الشارع وقاعد فاش طب طب المي والمواد الابرازية الذائبة وين رجعت رجعت للغرفة لسا يتوب لازم هس هذا المي احتاجه لو زائد عن الحاجة زائد عن الحاجة عن اللي احتاجه بس اللي اشربه اللي هو موجود ببطل وخال راح شاجيب اجيب سطلة او مغرافة اجيب وقاعد انشف اقاعد انشف السايت او بلازم الغفوة مين جاي يخلصها جاي يخلصها من الماء الزائد وبعض المواد الابرازية الذائبة بس هاي السطلة البيدي هي شنوة هي فجوة متقلصة وين موجودة بسايت او بلازم منوة طليعيات كالاميبة والبراميسيوم يقولوا الفجوات في بعض الطليعيات تكون متخصصة فهي تتمثل بفجوات متقلصة يعني ما ميزة الفجوة المتقلصة يتقل لي متخصصة والتي تعمل على تخليص الخليمين من الماء الزائد عن الحاجة يعني اللي ما احتاجه مع بعض المواد الابرازية ذائبة كما هو الحال في الاميبة والبراميسيوم تعال نرجع بالكويا تبع عليه فيقول عبارة عن اكياس وغشائية زيان فنجي حسنا راح قبل الفجوة المتقلصة أنا عندي نوع ثلاثة نوع من الفجوات عندي العفو نوعين من الفجوات فجوات حيوانية حتى تعرفها وفجوات نباتية الحيوانية عندي نوعين غذائية زيان ومتقلصة هاي ميزتها متخصصة متخصصة شنو يعني 24 ساعة موجودة بالكائن الحي ما يعني ما تقدر يعني ما يقدر الكائن الحي بدونها فموجودة فتكون شنوها دائمية نسميها الفجوة الغذائية أكيد وقتية شوكت ما يحتاجها الكائن إنه راح تتكون فالفجوة المتقلصة بعض بعض أو أجي أسولي في حالي هاوين توجد توجد موقعها في سايتو بلازم من هو الطليعيات مثل من مثل باوعلي شوفوا المثال راح أغير لك الأميبة زائد البراميسيوم شنو ميزتها باق موقعها هذة أسنجعل الميزة مالتها ميزتها شبيهة متخصصة متخصصة المن هاي الوظيفة الوظيفة هسه هذا الموقع الوظيفة تعمل على تخليص الخلية من من الماء الزائد عن الحاجة بعد وبعض المواد الإبرازية الذائبة يعني مواد إبرازية لازم تنطرح للخارج لازم تخلص منحها حتى لا تكتل خليل زيب هاي اللي برأيك ها ستة برأيك أنا قبل شوية من طلحت المي بالمغرافة بره من الغرفة أسويت عملية حفظ توازن المائل لا سويت لو ما سويت أحد في سعاد إيه سويت بس منه المسؤول أكيد السطلة هي اللي كرفت بيها اللي هي الفجوة المتقلصة فهنا انتبه حليا إذا جبت لك تعليل هنا تقوم الفجوة المتقلصة بحفظ شوف هذا مصطلح ما موجود هو بالكتاب بس جاي وزاري بحفظ التوازن المائي ليش أو حدد المسؤول عن حفظ التوازن المائي راح شا تقل لي أنت بالجواب وتقل لي أستاذ المسؤول هو منه الفجوة المتقلصة بس شلون تقل لي أستاذ تعمل على تخليص الخلية من الماء الزائد عن الحاجة مع بعض المواد الإبرازية الزائبة صار واضح هاي من هو الفجوة المتقلصة يقول كما توجد فجوات غذائية تتكون وقتيا من خلال إحاطة المادة الغذائية بغشاء من الكائن الحي ويخضم داخل هذه الفجوات الغذاء راح يخضم بداخل هذه الفجوات من خلال إنزيمات تفرزها الجسيمات الحالة إلى داخل الفجوة تعال نرجع للنوت تذكرون من أخذنا الخلال الدم البيض قلنا تتميز بقابلية البلعمة فتكثر فيها شنو الجسيمات الحالة يعني توجد فساتها بلازم جميع الخلال الحقيقية تقريبا وتكثر في الخلال التي تتميز بقابلية البلعمة فرض أني عندي هذه كرية دم بيضاء عدلة وعندها هذه مادة غذائية تريد تبتلحها شوف شنو اللي راح يصير راح تجيها الكرية تجي تتحرك تريد تبتلحها بس بعض من تبتلحها تبقى هيتي لا أستاذ ما تبقى هيتي شنو اللي راح يصير شوف راح تكون شوف شوف وراها شنو اللي راح يصير هاي هاي راح تبقى بعتها يبتلعتها بس يبتلعتها جابتها كلها ها آآ جابتها كلها سنرد أمسح هاي هم عوفة خلتها اللي من أمسح جابتها كلها شنو اللي راح يصير صارت عندي خلتها هنا هاي بداخل فجوة هاي شنوة فجوة غذائية هسا هاي الفجوة الغذائية قبل شوية شات موجودة لا ستاد فصارت وقتية بينما الفجوة المتقلصة شتكون دائمية بس بالك ويا فهاي راح شقول عليها فجوة غذائية تتكون شنوة وقتيا من خلال أحاطة شنوة هسا نعتبرها هاي مادة غذائية نعتبرها شنوة مادة غذائية اوكي هسا احنا هنا العمليان نقدم بيضاء هي أصلا هاي اذا اريد اعتبرها هي شنوة جسيمات غريبة جاي تخضمها بس هي أثنات نفس العمل راح تجي الجسيمات الحالة هاي الجسيمات الحالة شنو بداخلها طبعا موجودة الجسيمات الحالة بداخلها انزيمات اكثر من 40 انزيم محلل باع لك وياي شو ش راح سусوي جسيمات الحالة باع راح شلسوي جسيمات الحالة راح تجي تتحدو يامن وهي الفجوة تمام راح شلسوي راح تفرز انزيمات اهدن داخل الفجوة فتهضم محتويات الفجو يعني محتويات فهنانا يقول الفجوة الغذائية تتكون هنا أنا أكتب لك ياها الفجوة الغدائية راح تقل لي شبيهها أستاذ تقل لي أستاذ تتكون وقتيا أول مميزة إلها شبيهة تتكون وقتيا انتبه عليه تتكون شنوة وقتيا تتكون وقتيا نتقل لي أستاذ تتكون وقتيا مدائميا وشلون من خلال إحاطة المادة الغدائية بمن حاطتها بسايتو بلازم الخلية لو بغشاء من الخلية بالغشاء البلازم حاطتها زين نوب انفصلت من خلال إحاطة المادة الغدائية بغشاء من الكائن الحي يعني الغشاء من الكائن الحي هنا أنا المقصود به شنوة غشاء بلازم أوكي وتعمل على حضم محتوى محتورياتها يعني محتوريات الفجوة بمن بواسطة انزيمات الجسيمات الحالة حس الفجوة المتقلصة تحتاج جسيمات حالة؟ ما تحتاج جسيمات حالة الفجوة الغدائية أكيد تحتاج جسيمات حالة تعالي يقول كما توجد فجوات غذائية تتكون وقتيا من خلال إحاطة المواد الغدائية بغشاء من الكائن الحي يقصد به الغشاء بلازم ويخضم الغذاء أو محتويات الفجوة داخل هذه الفجوات من خلال انزيمات تفرزها الجسيمات الحالة إلى داخل الفجوة أما في الخلايا النباتية فإن الفجوات تكون أكثر وضوحا مما في الخلايا الحيوانية تعالوا نرجع لهذا ببرنامج أنا هسق قبل شوية فتحت هذا 3D إحنا مو هاي الفجوة شوف مو أكثر وضوحا هاي بالحيوانية شوفها خلنا نروح بالله على الخلية النباتية نشوفها بالله الفجوة هنانا أكثر وضوحا له تشذب بلله خلي نشوفها هاي خلية نباتية رح يكبر ليها انتبه لي هاي خلية نباتية شوف رحش يطلع لك أعتقد هاي الفجوة آه شوفها فالفجوة النباتية تبع عليه تكون أكثر وضوحا مما في الخلية الحيوانية بس شبيهها قليلة العدد كبيرة الحجم فهنانا شو يقول عليها هسا إذا أريد ألون هنانا نسولف عليها يقول رح أسولف عليها على هاي تبع عليه هاي شنو الفجوات النباتية تعالي نسولف عليها رح تسولف ليها هنان الكلسال أكثر وضوحا من من الفجوات الحيوانية شوف هنا هاي شبيرة رحش يقول يقول صغيرة في الخلايا الفتية أكيد يعني سأتبرأيك مثانة الطفل المثانة ما الطفل لأن فتي مثل مثانة البالغ يعني مثل مثانتك لا فالمثانة تكون صغيرة بالخلايا الفتية وشنو واسعة في الخلايا المتقدمة بالعمر هنا أنا ما عندي مثانة عندي فجوة يقول والفجوات اللي هي نباتية صغيرة في الخلايا الفتية وواسعة بمن في الخلايا المتقدمة وين في العمر هاي خلية متقدمة بالعمر بس شوفوا شنو واسعة لو الخلية الصغيرة شتكون أصغر زين استاذ شنو هذا السائل هذا شنو البطن ها فجوة تعال سولف عليه استاذ شنو هذا السائل هاذا تعرف هاذا شنوه هذا يسموه عصير خلوي عصير شربت خلوي ما موقع العصير الخلوي يقول لي بالفجوة النباتية شنو مواده شنو هذا يحتبع هسا انا من اقول لك عصير كوكتيل جيجيت رح اخذك الجبارة وشربت سوي لك سفرة علمية زين قلت لك علاوي هذا قلاس هو فجوة نباتية القلاس الفارغ هو شنوه فجوة نباتية صحة الكابتن صالح قلت لك يااب انطيني كوكتيل خليلي يااب القلاس اللي هو القلاس شنوه فجوة نباتية شنوه فجوة نباتية شنوه يحتوي يحتوي على عصير خلوي العصير هسا تبرأيك شنو بي بي مي يعني هذا التشاي بي مي وشكر وبثل صح لو لا فاقدر اقول هذا العصير هو عصير يعني محلول صليب له ذائب هاك شفوه يعني بصورة صليبة له ذائبة فبصورة ذائبة فهو محلول لمواد مختلفة يعني مي شكر بثل هذا محلول لمواد مختلفة بصورة صليبة لعلى الرحل صورة ذائبة وين يوجد بالقلاس اللي هو شنوه فجوة النباتية فعرف لي العصير الخلوي وهو محلول لمواد مختلفة هذا العصير الخلوي تعالى نعرفان ياك محلول محلول تبع عليه محلول لمواد مختلفة يعني محلول يعني ذائب بصورة ذائبة فتبع عليه العصير الخلوي شنوه محلول لمواد مختلفة كوكتيل هذا بصورة ذائبة يوجد في الفجوة النباتية هو يعرف بالعصير الخلوي واشي يقول كما تحتوي الفجوات على محلول لمواد مختلفة بصورة ذائبة تعرف بمن بالعصير الخلوي يعني هذا الازرك هو شنو كله عصير خلوي وين موقعه بمن بالفجوة النباتية ممن يتكون محلول لمواد مختلفة بصورة ذائبة تعالوا نرجع نشوف الكلام صحيح اتبع عليه نرجع هنا على الشاشة ننزلها نذني فهنا يقول اما في الخلال النباتية فان الفجوات تكون اكثر وضوحا مما في الخلية الحيوانية شفناها وهي صغيرة في الخلال الفتية وواسعة في الخلال المتقدمة بالعمر وتحتوي على عصير المواد مختلفة بصورة ذائبة بشكل محلول يعرف بمن بالعصير الخلوي هسا هنا تعال ما موقع اهمية الفجوات عد الفجوات المتقلصة بالاميبة والبراموس يوم تعمل على تخصيص الخلية من الماء الزال وبعض المواد البرازية الذائبة حد المسؤول عن حفظ التوازن المائي في الطليعيات يتقلب منه الفجوات المتقلصة علي تكثر الفجوات المتقلصة بالطليعيات وجود الفجوات المتقلصة بالاميبة تحتوي طليعيات اللي هو على الفجوات المتقلصة وتكثر يعني شنوه شوف تعليل كم مرة مكرر زين فجوابك هو واحد اللي هو شنوه لأنها تعمل على تخصيص الخلية من الماء الزال عن الحاجة مع بعض المواد البرازية الذائبة يقول اختر الجابة صحيحة بين القواس تمتاز الفجوات بما يلي ما عدا شوف اكثر وضوحا في خلايا النباتية صغيرة في خلايا الفتية زين لها دور في حركة الهداب والأصوات تحتوي على عصير الخلوي هالفجوات النباتية طبعا هاي الطيكة ومميزاتها عدا حركة الهداب والأصوات شعلي صار واضح زين المحتوىات الغير حية رح ناخذها محاضرة واحدة حتى شنوه يعني اشرحها زين ونسوي لكم محاضرة اعادة من البداية لحد اللي هو النوات تمام انه بالنوات اشرحها بمحاضرة واحدة صار واضح فهس هاي المحاضرة رح تصير ويها محاضرة المراجعة تمام اللي هي شنوه المحتوىات الغير حيس فصارت حدي انا محاضرة طويلة هسه تقريبا عبرت الاربعين دقيقة شوفكم بالمحاضرة الجاية وفي امان الله وحفظه